يبدأ نارندر مودي رئيس الوزراء الهندي اليوم زيارة رسمية إلى مصر تستغرق يومين حيث يجري مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات خاصة التجارية والاقتصادية حضارتان قديمتان في هذا العالم وروابط سياسية واقتصادية وثقافية ضاربة بجذورها في أعمق التاريخ تمتد إلى الحاضر مصر والهند تاريخ عريق وتعاون كبير على مستويات عدة فكلاهما دولتان تمثلان ثقلا إقليميا خاصة في منطقتهما وقد شهدت العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع الكوى الكبرى في القارة الأسيوية ويمكن رصد قوة هذه العلاقات من خلال التحديات والتطلعات المشتركة التي يواجهها البلدان وتعد الاتفاقيات المشتركة العديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية إحدى أهم الركائز الأساسية لهذه العلاقة ومثالا واضحا على مدى تمييزها وأهميتها وقد تعززت العلاقات الودية بين مصر والهند وبشكل أكبر من خلال زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في كل من أكتوبر 2015 وسبتمبر 2016 إلى جانب العديد من الزيارات الوزارية الأخرى بين البلدين وعلى مر السنوات السابقة شهدت العلاقات نموا واستقرارا ملحوظا فضلا عن زيادة ملحوظة في حجم التبادلات التجارية حيث قررت اللجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل مجموعة عمل في مجال التجارة والجمارك والبحث في الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة والتصنيع والصناعات الغذائية ومجالات أخرى في مارس 2012 وتعد الهند هي ثالث أكبر شريك تجاري لمصر ومن أجل توفير مصادر الطاقة البديلة كجزء من استراتيجية المناخ في مصر كانت خبرة الهند في مجال الطاقة الشمسية مفيدة تجلت ذلك بوضوح من خلال الشراكة المصرية الهندية في إنشاء مشروع مزرعة بيمبان للطاقة الشمسية في أسوان وفي الوقت الذي اشتعلته الأزمة الروسية الأوكرانية مثلت الهند بديلا مهما للقمح الروسي والأوكراني والذي تعد مصر فيه أكبر دول العالم المستورد